كما تعرفون جرت الانتخابات التركية الانتخابات التركية أحدثت قبل بدايتها كانت أحدثت ضجة عالمية وتدخلات خارجية زعيم المعارضة كليتجار أغلو تهم روسيا بأنها تساعد ثباب روسي يساعد أردوغان ورد عليها أردوغان أول أمس قبل بداية الانتخابات من أن إذا كنت تتهم روسيا فأنا أستطيع أن أقول لك وأشاري الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى آخره بمعنى من قال لك أن هذون لا يساعدونك بمعنى أنهم يساعدونك لكن لأنه رئيس ويتعامل معهم وكذا قالها بشكل فيه نوع من الدبلوماسية بينما المعارض أغلو قالها بكل فضادة وقال حتى أن الروس أخرجوا تكذيبا اليوم قالت شفتاني ما قلت لكم أول أمس من أن الروس أو قبل أول أمس حتى اللايب اللي قبله يعني اللايب الجمعة قلت أن الروس أو في سبت قلت أن الروس سيكونون أميل إلى أردوغان رغم كل الخصومات والخلافات اللي معها خلافات في أذربيجان في أذربيجان أرمينيا الليبيا سوريا وفي أماكن أخرى حول البحر الأسود بعض المشاكل في أوكرانيا إلا أن بالنسبة لبوتين أردوغان أقل سوء من القادم من أوغلو من كمال كليتشتار أوغلو إلى درجة أن هذا الأخير كما قلنا هجم الروس الانتخابات باش نراكم شبتوها وتبعتوها ما نرجعوش كثير من التفاصيل لكن كان بعض الأشياء اللي لفتت انتباهي بشكل كبير جدا من بين الأشياء اللي لفتت الانتباه عندي هنا ملف كامل على الانتخابات في الحقيقة هذا جزء منه فيها كل الأرقام شيء اللي أول ملاحظة بهذه الانتخابات التركية قوة التنظيم بحيث كانت تخرج النتائج في البداية كانت كل ساعتين وبعد ولد كل ساعة وبعد ولد كل ربع ساعة يتجدد ويتغير الرقم إلى درجة أنه في البداية كان أردوغان عنده 57% بينما أوغلو كان أقل من 40% أو في حدود الأربعين في المئة أو أقل قليلة ثم بدأت تنزل أردوغان بدأت تنزل نسبته والأوغلو بدأ يسعد قليلة لماذا؟ اختصار بسيط كثيرين من الذين يناصرون أردوغان هم من سكان القرى والأرياف والمدن الداخلية فهؤلاء بطبيعتهم ينهضون باكراً ويذهبون باكراً ثم أنهم مناظلين وبقوة فذهبوا بقوة بالنسبة للأوغلو كثيرين من من ناصره هو في المدن الكبرى مدينة إزمير معروفة للكماليين جماعة حزب الشعب وهو حزب كمال أتو ترك مدينة أنقرة الآن رهو المير انتاحة من جماعة هذا جماعة حزب الشعب أو كلو تشجار هذا نعم الكماليين إسطنبول أيضاً أردوغان كان دائماً أول فوز في 94 كرئيس بلدية كان في إسطنبول هذه المرة إسطنبول مثلاً 48% لخصم أردوغان أردوغان 46% أنقرة أردوغان 47% أو 46% ومنافسه أكثر منه بـ 1% 47% فكثير من المدن الكبرى صحيح هي النسب متقاربة جداً لكنها المدن الكبرى الملايين إسطنبول في 20 مليون ساكن ربع سكان تركيا في إسطنبول وما جاورها انتخبوا أقرب إلى خصم أردوغان لكن الأماكن الداخلية وذلك لما كنتوا تشوفوا في الصورة تلقاوا أن الصورة تقريباً كل الأماكن الداخلية خارج الشواطئ وخارج الجنوب الشرقي حيث يوجد الأكراد البقية كلها لحزب العدلة العدلة والتنمية والعدلة طبعاً هنا الانتخابات رهي اثنين انتخابات رئاسية الناس شافت وركزت كثير انتخابات رئاسية لكن هناك انتخابات برلمانية أيضاً فخلاصتها قوة التنظيم بحيث المعلومات كانت تخرج وتخرج وانتهت النتيجة كما شفته إلى 49.50 بالنسبة لي أردوغان خصاته نصف نقطة بشيفوز في المئة وخصمه الرئيسي 44.96 تقريباً 45 يعني بيناتهم ربع نقاط ونصف والثالث 5.27 أو 37 الثالث من اليمين المتطرك يعني أكثر تطرفاً حتى من الآخرين وهو يقولوا رح يكون عنده تأثير إلى آخر يمكنك أن نشوفوها بسرعة لكن أول ملاحظة إذن هذه ثاني ملاحظة وعبروا عليها حتى الأمريكان اليوم قالوا أن انتخابات تركيا تمت في جو سلمي تماماً ولم يكن هناك عنف ولا إلى آخر لأن في الغالب الانتخابات حتى في بعض البلدان يعني شفنا في أمريكا الانتخابات الأخيرة كانت هناك حرصات مشددة جداً في قضية الكونغرس وكانهم خوف من عنف اليمين وجمعت ترامب إلى آخره انتخابات في الغالب تكون فيها بعض الأحداث حتى في بعض الدول الغربية خاصة لي مش مستقر استقرار تام مثلاً في إيطاليا كانت أحياناً تحدث انتخابات تحدث فيها ليس الآن قبل سنوات في فرنسا حدثت أيضاً مشاكل فيها فترات معينة في أمريكا كما قلنا مع ترامب الناس وصلوا فيما بعد لقضية الانتخابات هاجموا الكونغرس وقتل في أشخاص ستة أشخاص وكانت كارثة بنسبة للولايات المتحدة الملاحظة إذن الملاحظة الثانية السلمية الكاملة الملاحظة الثالثة أن كلا الأطراف تعهدوا بقبول الانتخابات الرئيس اللي كانوا يخافوا أنه ما يقولش قالهم لما طرحوا لي السؤال قالهم هذا سؤال سخيف إذا قال الشعب كلمة في اتجاه واختار الآخر فأنا جئت بالديمقراطية وروح بالديمقراطية جئت بإرادة الشعب وروح بإرادة الشعب الشيء الآخر هو أن الكثيرين كانوا يتحدثون على ديكتاتورية أردوغان وأردوغان ها هو جاء الانتخابات وما فالش في الدور الأول بالمناسبة منذ مئة عام هذه أول مرة في الانتخابات التركية اللي يكون فيها دورين لأن الفترات معينة كانت رئاسية ثم أصبحت برلمانية ثم أصبحت الآن رئاسية هذه هي المرة الأولى في مئة عام في انتخابات رئاسية اللي يروحوا الدور الثاني شيء الآخر واللي تبعني هنا ربما كان قال أنا قلت بأن الانتخابات يعني يوم السبت قلت أنه في الغالب راح واحد يكون 49 واحد ممكن يكون 46 أو 47 أو 45 يعني فما شخصيا تقديراتي ما كانش بعيدة وأعتقد أنه كان هنا لكن كثير من الإعلام الغربي كان يقولوا لا أخلاص أردوغان سيخسر في الجولة الأولى طبعا صار أردوغان كثير منهم كانوا يقولون أنه سيفوس في الجولة الأولى لكن المراقب المتمعن فيما يجري يرى ربما سيكون في دور ثاني كنت من هذا الرأي الأمر الملاحظة الأخرى هو أنه كان المفروض أنه يهزم أردوغان لماذا كثيرين في الإعلام الغربي والجهات الغربية خاصة والإعلام في الإعلام اللي هو تابع لخصوم أردوغان في تركيا أو حتى إعلام مثل الإعلام السعودي والإماراتي واللي كانوا كلهم مع خصوم أردوغان على سبيل المثال أو الإسرائيلي لماذا كانوا يعتقدون بهزيمة أردوغان لثلاث أسباب رئيسية السبب الأول أنه وقع زلزال رهيب ماتوا فيه أكثر من خمسين ألف هدمت فيه مئات الآلاف من السكنات جرحوا فيه أكثر من مئات ألف شخص ما زال عندهم مفقودين بالآلاف حتى الآن اللي كانوا ما يلقوهمش وأن هذا طبعا يحدث لك زلزال قبل الانتخابات ثلاث شهر فالغالب رح تخسر مثل الحاكم تخسر لأنه مهما فعلت سيكون هناك الغاضبون واللي مش راضيين إلى آخره خاصة أنه بالفعل في بعض الأماكن تأخرت في هاتاي مثلا تأخر الإسعافات في الأيام الأولى وأردوغان اعتذر عن ذلك إذن فكان يقول هذا السبب رئيسي وأن أردوغان جاء للانتخابات عقب الزلزال تسعة وتسعين فاز حزبه في الألفين واثنين وسيخرج بهذا الزلزال كان هذا السبب سبب ثاني أنه عندما تبقى عشرين سنة في الحكم وحزب أردوغان منذ عشرين سنة في الحكم الناس تتعب يقول لك خلنا نغير وخلنا نبدل أخلاص فالناس كانوا يعتقدوا أن هذا السبب كافي خاصة الأجيال الجديدة باش تختار جهة أخرى لكنه لم يحدث لكن اللي يعتمدوا على هزيمة أردوغان وحزبه كان هذا السبب سبب الثالث وربما هو الأخطر تحالفت تقريبا أغلب الأحزاب الكبيرة تحالفوا مع بعضهم أخطر تحالف ولأول مرة يتم هو تحالف الأكراد مع القومين الأتراك قومين الأتراك والأكراد قد طفار بالعكس كان حزب أردوغان يعتبر الوسط بمعنى أنه أعطى كثير من الحقوق للأكراد مما أغضب الأكراد القوميين اللي كانوا ما يعطرفوش بحقوقهم ولا بلغتهم ولا بأي شيء ولكن في نفس الوقت لما بقات الحرب وبقات هناك دائما صراعات وكذا عاود أردوغان وكان يقصف في سوريا وفي العراق وكان موجود أكراد فالحزب الرئيسي وهذا الحزب الرئيسي الكردي زعيموا رف الحبس ترولوا تهمه وسجنوه فالحزب وعنده قوة انتخابية تحالفة مع القومين الأتراك لهم خصوم إيديولوجيين في المطلع لكن تفقوا قالوا نهبط أردوغان طيحوه وإضافة إلى جماعة فتحلى قولين إلى الغاضبين من الإنقلاب إلى المسجونين على الإنقلاب إلى كلهم فكان الإعلام الغربي مستند إلى هذه المعطيات وكثير من السفرات الغربية وكثير من المراقبين حتى الدوليين الآخري يقولوا هذه ثلاث أسباب على الأقل كلها ستؤدي إلى هزيمة أردوغان حتما لم يحدد ذلك بل بالعكس الآن الدور الثاني الأرجح فيه مش الأرجح يكاد يكون يقين يعني تقدر تحط نسبة 95% أن أردوغان هو الذي سيفوز لماذا؟ لأن أردوغان لا ينقصه إلا نصف نقطة والثاني والثاني أوغلو كمال أوغلو تنقصه خمس نقاط خمسة في المية الثالث هذا طبعا لن يذهب للانتخابات أدوغان هذا وهذا أدوغان أو أدوغان هذا أدربيجاني هو مش من أصل تركي لكنه من أعداء أعداء الأجانب من شد الناس عداوة وهو في الأصل أدري بجانب حتى هنا في أوروبا كثيرين اللي هما ضد المهاجرين كثير ما تلقى اللي ضد المهاجرين ما همش أبناء البلاد اللي منذ مئات سنين أو تلقاه كان مهاجر جد جمهاجر مثلا بابه جمهاجر لكن هو من أعداء المهاجرين هذه موجودة في أوروبا بشكل رهيب جدا هنا وزيرة الداخلية البريطانية متهمينها وهي من أصول أجنبية فهي متهمينها من أنها من أعداء اليوم كان عندها مشكلة ما خلواش تتكلم في مكان من أعداء وهي من أصول هندية فهي من أعداء المهاجرين متهمينها الكثير من البيض البريطانيين هنا لماذا تعادين المهاجرين وانتي في أصلك انتي في أصولك مهاجرين المهم فهذا الثالث يقول لك أنا رأي عندي 13 مليون عنا 13 مليون أجنبي نحن نريد أن نرحلهم جميعا ما خلوه حتى واحد حقيقة هناك ملايين سوريين مئات الآلاف من الأفغاد مئات الآلاف من العراقيين عشرات الآلاف من الأكران عشرات الآلاف من الروس عشرات الآلاف من الليبيين ربما مئات الآلاف عشرات الآلاف ربما أيضا مئات الآلاف من المصريين اليمنين السودانيين عشرات الآلاف من الجزيريين تونسو المغاربة عشرة الالاف ايضا طبعا كاي اللي مار كاي اللي مهاجر كاي اللي شراك كاي اللي دار بزنس كاي اشياء كثيرة لكن تركيا مليئة بالاجانب مليئة مليئة بالاجانب فهذا حرك وهذا ايضا كان من بين الاسباب اللي كانوا يقولوا بعض الناس ان عبدوغان سيخسر لان كان فيه وصلت الى ان بعض الاطراك كانوا يعتدون اعتداءات رهيبة بعض الاطراك اقول بعض قلة مش على بعض السوريين او بعض الاجانب فلكن مع ذلك فالامور تغيرت لماذا الاعتقاد ان اردوغان هو الذي سيفوز بالمناسبة هو اسمه اردوان اردوغان هذا مش عارف مش في الترجمات لكن هو اسمه الحقيقي طيب رجب اردوغان لانه يحتاج فقط نص النقطة بينما خصمه يحتاج خمس نقاط الطرف الثالث حتى لو افترضنا هذا ادوغان هذا يقول لكل من تخبو عليه ان تخبو على اوغلو فان اوغلو لن يفوز لانه يكفي فقط لاردوغان ان يكون من هذه الخمسة بالمئة واحد في المئة يقول لنا نمشي مع اردوغان يكفيه قناعتي ان هذه الخمسة بالمئة ستتقسم على ثلاث اشياء جزء سينتخب والجزء الاكبر يعني ربما نقطتين ونصف الى ثلاث نقاط ستروح لهذا اوغلو معارض واحد في المئة من الخمسة هذه اي الخمس قد لا ينتخب يبتعد نهائيا لان قال لهم انا ما نعطيهاش للمعارض هذا اوغلو لان معاه الاكراد هذا ادوغان هذا ادوغان هذا يكره الاكراد كراهية شديدة من اليمين المتطرف تركي يكره الاجانب ويكره الاكراد الاخر بينما الاكراد هما داعم رئيسي لأوغلو المعارض اذا يكفي اردوغان ان يدفقت من الخمسة نقاط يدفقت نقطة واحدة باش يحصل يصبح خمسين فوق الخمسين وبالتالي يفوز الاعلام الغربي تقريبا اليوم الكتابات اللي شفتها خلينا نقرأ لكم جزء صغير المرة اللي فات جبتلكم من جيبوا من نفس الجريدة اللي هاجمة اردوغان بشدة خلينا نشوفوها ما تقول مهم جدا نسمعوها هي بالذات قبل ما نشوفو النيويورك تايمز والفاينانشل تايمز ايضا فالإيكونوميست اللي كانت تجمد بشدة على اردوغان وقالت يجب ان يرحل شوفوش تقول قالت ان الانتخابات التي جرت امس هي الاسوأ التي حققتها المعارضة التركية وان اردوغان اربك استطلعات الرأي وقالت لم تكن كافية لفوز واضح لحاكم تركيا الطويل رجب اردوغان الا انها كانت اي لا هذه الانتخابات الا انها كانت اسوأ شي تخيلته المعارضة في البلد اذا هذا قول الايكونوميست اللي سندت المعارضة بشدة ودعت الاطاحة الى اخراج استعملت هذه الكلمة اخراج اردوغان من السلطة في النهاية اعترفت لان الاردوغان مش فقط من جهة لم يفرز بخمسين بالمئة وهنا اثبت في الحقيقة ان هناك ديمقراطية حقيقة وانهم ذهبين للدور الثاني هل شاهدتم دور ثاني في اي بلد من البلدان البائسة اللي تسمى بلدان عربية واللي تجرى فيها انتخابات طبعا الملوك والسلاطين والامراء هذوك لا يجرى انتخابات هذوك الكل عندهم يملكونهم يعني وكأن الشعوب هي حيوانات لكن البلدان اللي تجرى فيها انتخابات خاصة رئاسية السيسي مصر سوريا الجزائر ليبيا ليبيا ما كان شي يجري العراق في زمان هل شفتوا كاش نهار الرئيس الحاكم يروح لانتخابات دور ثاني بل بالعكس كانوا بعض الحكام بمجرد اللي ينتخب اللي يترشح ضده فقط يسجنوا مبارك السجن كثير من اللي يترشح ضده او كانوا رح يترشح ضده بنعلي يعني وضاع اللي كانوا يترشح ضده خلاهم يندموا عن النهار اللي يولدوا فيه مش عن النهار اللي يفكروا فيه اللي يترشح ضده وهكذا احنا كانوا يديروهم ارانب وكانوا لبعض الناس يروحوا يلعبوا دور الارنب هناك ويجيهم بعد بوتفليقة تسعين في المية يكثر خيره بشار الأسد اللي يهدم سوريا كلها ما زال يدي أكثر من تسعين في المية تقيل ما تقدرش تقارن هذه بهذه حتى عندما تكره أردوغان تمرك معارفين نحن نرى على المستوى الشخصي أنا شخصيا لا أستطيع أن أدخل تركيا لأن هناك تواطئ ما بين حكام تركيا وعصابات الجزائر لكن هذا لا يمنعني أن أكون منصفا حتى عندما أتضرر من موضوع معين أو قضية معينة هذه الحقائق للناس يكون عندهم مبادئ وقيم هو أن القضية لا تتعلق بك شخصيا أو بما أنت وش ينفعك وش يضرك كي الناس يحسب على روحه هو بالذات فتحليلي منطلق من أولا حاول أن يكون موضوعي لأقصى الحدود ثانيا أبتعد على حضوض النفس وعلى مصلحة هنا أو هناك الأخطر إذن مش فقط هذا الأخطر هو الانتخابات البرلمانية لأنها جرت انتخابات البرلمانية في نفس الوقت 600 مقعد ماذا أخذ منها أردوغان حزب أردوغان والمتحالفين معه أخذوا منها 45.8 في حين المعارضة الأحزاب هذي كلها التي تجمعت طبعا في الانتخابات البرلمانية الأكراد جبدوا روحه ماولوش يدعموه في أوغلو جماعة أوغلو جابوا 35% بمعنى أنهم سيحصلون حسب النظام التركي معقد سيحصلون على 210-212 المقعد بينما حزب أردوغان والمتحالفين معه بعض الأحزاب الصغيرة خاصة في حزب قومي شوية عنده 43-4% والأخرى كل أحزاب صغيرة بما فيها حزب كورتي عنده 1% أو 2% جابوا 45.8 مما يحصلون على حوالي 320 مقعد أي الأغلبية أي أن الأغلبية البرلمانية بقيت عند العدالة والتنمية حتى عند الأتراك اللي يعرفوا إشكالية الإتلافات في تركيا ما بين 1960 إلى نهاية 90 كانت هناك بمعدل حكومة كل سنة أكثر من 31 حكومة لماذا؟ لأن النظام كان برلماني ويحتمل على الإتلافات وتدخل الجنرالات الجنرالات اللي ما عشبوش يطيحوه داروا أربع أربع انقلابات على الأقل رئيسية ثم الحزاب كانت متصارعة وسيئة وفاسدة فكانت تركيا من أكثر الدول مع إيطاليا من أكثر الدول في العالم اللي هي ما عندهش استقرار حكومي بهذا الفوز بأغلبية البرلمان كان بعض الأتراك يقول لك أنا حتى لو لم أعطيتش صوتي في الدور الأول لأردوغان رح نعطيه الولاي لأنني لا أريد أن يأتي رئيس من جهة والبرلمان يكون مسيطرة عليه جهة أخرى هذا سيخلق تصادم ما بين الرئيس وما بين البرلمان لذلك أعتقد ويعتقد بعض المراقبين كثير من المراقبين في الحقيقة هذه المرة برغم الكثيرين كانوا يعتقدون بهزيمة أردوغان لكن الآن الأغلبية المطلقة من اللي تابعوا واللي راقبوا واللي يتحطر الأمور هذه يعتقدون أن يوم 28 ماي القادم أي بعد أسبوعين اللي راح نجري في الدور الثاني سيفوز أردوغان القضية الآن نسمة اختلفة في النسبة أنا شخصيا أعتقد أنه سيفوز بـ 51% ربما 52% في حربما لكن أعتقد أنه سيفوز ما بين 51% إلى 52% وأن أغلو سيكون في حدود 48% وبالتالي تكون حصيمت لكن حصيمت بـ 50% و 51% ليس من أنظمة إجرامية بشار الأسد وريث الحكم عن والدهم بعد يقولك جاب 95% و 97% اهدم سوريا وجاب 95% و 97% تابون شوف عندنا جابوا خمسة من المجرمين داروهم في الانتخابات الرئاسية 2019 مع ذلك ما خلوا أشرح الدور الثاني مع أنهم كلهم توحهم قال لهم لا يفكوا علينا هذا هذا اللعب هذا في دورة واحدة وخرجوا تابون بهذاك النسبة وكون كانوا أذكية هوا كلهم توعكم خليوا دير دور ثاني على الأقل تمثل تمثيلية بطريقة أفضل يعني لكن حكم العسكر وعقلية العسكر عسكر متخلف موش أي عسكري فما يروحش بعيد شوفوا لابقنا شوية وقت احنا حبس هنا الملف فيه كثير من الأشياء تقال لكن يجب أن نتوقف هنا باش رحوا لأشياء أخرى ربما فقط نقرأ لكم مقطع مما قالته نيويورك تايمز قالت أن خسارة أردوغان ستثير تياحا في الغرب وقلقا في موسكو وسيفرح القادة الأوروبيين بأن يتعاملوا مع تركيا سهلة في وقت قد تخسر فيه روسيا شريكا دبلوماسيا واقتصاديا لو خسر رئيس تركي الانتخابات هذه كان قالها يوم السبت هنا في نيويورك تايمز أحد كتابها لكن الآن طبعا تضح أن الأمر مختلف أي أن نيويورك تايمز تقول أن الغرب يريد تركيا سهلة بعبارة هذه عبارة دبلوماسية على تركيا خاضعة منقادة تابعة هناك مشكلة بعض الدول الغربية الكبرى خاصة لا تريد للدول الأخرى أن تكون عندها قدرة استقلالية تستقل الاستقلال الحقيقي واحد من أكبر ما نعانيه اليوم في الجزائر أن هناك فيتو عالمي مش بقط غربي بالمناسبة بما في الصين والروس على استقلال الجزائر يجب أن تبقى سهلة بعبارة دبلوماسية خاضعة راكنة فاشلة كسيحة أسيرة بعبارة واقعية وهذا لينا نعيشون ترجمة نانسي قنقر